للأنظار تتوجه إلى أستاذ محمد بن زيد غدا بإذن الله المباراة النهائية للسوبر المصري والتي تجمع ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك النهاردة النادي الأهلي أدى مرانه الأخير وسط حماس وتركيز وإسرار من لعبة الفريق تجاه الجماهير وتجاه وجبهم وتجاه الحقيقة الانتصار والفوز أدى كابتن خطيب مع صفا شبير أدى النجوم بقى نجوم النادي الأهلي أدى عمر الساعي وأدى أفشا أدى إمام عمر كابتن خطيب لم يترك تدريبا واحدا للفريق واجتماعات باستمرار مع الفريق هو ما بيعملش اجتماعات كتير لكنه بيقف يتكلم معهم في النص كلمتين ما بيطولش قوي في الكلام الحقيقة لكنه يعني مختارب جدا جدا من الفريق الحقيقة هم بيحبوا كابتن محمود الخطيب وهو فيه يعني كيميا كده ما بينه وما بينهم ادي كابتن محمد رمضان بهدوء المعتاد اتنين هادين جدا كابتن محمود الخطيب كابتن محمد رمضان بعثة شديدة الالتزام والاحترام والانضباط حالة من التركيز الشديد موجودة داخل فريق النادي الأهلي هم بيحبوا ان الكابتن الخطيب يتكلم معهم قبل التدريبة الاخيرة وده اللي بنشوفه دلوقتي على طول فيه كلام متفاهم مع كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ومدير الكرة ادي الهزار داخل التدريب والسعادة داخل التدريب حاجة ان شاء الله تكون جميلة والسعادة تكون بكرة بأمر الله والفرحة تكون بكرة بإذن الله مع ان شاء الله انتصارنا وان شاء الله حصلنا على بطولة السوبر ادي اللقطة لقطة كابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني مع كولر مع ميشيل يانكون مع كابتن محمد رمضان مع كابتن سامي امصان مع كل الطاقم المعاون لمستر مارسل كولر كلمات كلها بتلاقيها في الهدوء حوار ما بين الكابتن محمد رمضان وكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق اللي غالبا هيكون هو حارس مرمى فريق النادي الأهلي بكرة وزي ما سمعنا انه يبدو انه كان هناك اتفاق مسبق انه مصطفى شبير يلعب المباراة الاولى وادها بشكل جيد زي ما بكل مرة بيلعب بيثبت وجوده وشناوي كابتن الفريق وكابتن الحقيقة المحترم محارس مرمى منتخبنا الوطني بدأت ابتسامة كولر تعود من جديد وبكرة ان شاء الله تبقى اجمل واحلى بكتير وان شاء الله باذن الله يكون الدنيا احسن على فكرة كرة اللعيب جامد جدا في المنتخب النمساوي امام عشور يبدو انه سيعود الى مركزه المفضل بالغد طبعا ما نقدرش نقول على تشكيلة النادي الاهلي لكنه المعلومات الوردة من هناك يعني انه في تغييرات كتيرة في تشكيلة الفريق في زبطة في تشكيلة الفريق ان شاء الله من اول وجديد وانه بقى اللعيبة مش فرق معها مين يلعب مين ما يلعبش لكن فرق معها انه هم يفوزوا انه هم ينهو المباراة ان شاء الله فائزين في مواعدها الاصلي وانه يحملوا الكأس وانه يصلحوا جماعيرهم خاصة انه بيلعبوا منافس محترم هو نادي الزمالك هتلاقي حالة من التركيز الشديد جدا مع ابتسامات تحمل معنا او طابع الثقة قصة كهرباء خلصت في التو واللحظة ما زادتش بعد كده وخالص على الاطلاق يعني ويعني معرفش هل معلوماتي هو اتصل باكتر من حد من الفرقة عندي معلومة مش مؤكدة عن هذا الامر يعني عشان ما تبقاش محتش يخد انها خبر الكهرباء على تواصل مع الفريق ما يعني سمعتها كده بس لكن قد تكون معلومة غير مؤكدة لكن الامور الحمد لله بتسير بشكل جد